عايز تبقى مع دولو واذا دوك همم؟ اه لا ماشي ماشي لازم هنا بي rustة يروح مع الفريق ده انت اه اه نور عشان نوزن القرى يا لا هتبدل مع نور ايوة كل مجموعة تختار اسم للتين بتاعها ماشي اختار عام تأسيس الزمالك. ده له دلالة. ده في عمق جامز هنا. في عمق فريق الف وتسعمائة وحداشر. احنا احنا اسأل عني. فريق اسأل عني. ابو النبي انا ماشي. اقول لحرك لي. اقول لحرك لي. عشان دي الاغنية اللي انا وكزبرة بنعمل. اه فريق اسأل عزم. يعني اسأل عني وقف سعمائة وحداشر. تمام. في فيلم مصري اسمه على اسم خطة كرة خدر. اربعة اتنين اربعة. اربعة اربعة اتنين اربعة الف وتسعمائة وحداشر. اشعال ده مفي خطة اربعة. ايه? انا في الفريق ده من غير اي مجهود. اجيد. انا انا وانا خطة. طيب. مش بالضرورة عشان السؤال له علاقة بكابتن ميدو. يبقى هو اللي هيعرفه على فكرة. هي سرعة. ماشي. انا عارف. ده الجاي. اوكي. في اي فيلم قام الفنان محمد سلام بتقليد كابتن ميدو. في العالمي. تيرنت. تيرنت. تيرنت بس هنا كان فيه جابة ملب. بس هنا محمد سلام. طب استنى بس انت كنت قاعد عملت قليده قدامه. هي جت. هي لحظة في الصراحة جت. كان بيعمل ليه بقى ميدو? هي لحظة يعني الحقيقة. انا كنت صغير كان عندي خمس سنين ووقتها ما شفتاش. لا ايه يا نصر. لا دلوقتي استحضر اللحظة. حسن شحيتها دلوقتي بيخرر لكابتن ميدو. وبيعمل التبديل الشهير. وكابتن ميدو وطلع من الملعب. تتبعوا ليه? قول ما تقفش. نوع مستره كده. ليه? كل مرة كده. كل مرة. ايش غير اتطلعنوا بس وبعدين نوفو ع القط واكت لحظة خيرك. فارقة. الحمد الله. لحظة فارقة. طيب. احنا كده اتنصف. احنا اتنصف. طيب. الفنانة الجميلة نور ايهاب. اه. اه. جدها. لا. والنبي لا. جدها فنان كبير جدا. اعرف بالشابة. طيب ما هابتوقف. هسين البيض? اه. 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 جدها لمامتها. صح? صح. فنان كبير جدا. صوته عزب جدا. اه. وكان له اغاني مشهورة قوي. يمكن اجيال دلوقتي ما تبقاش عارفها بس عارفة اغاني. جدك على طول. جد منطق. اه جد منطق. اه. اه. الفنان اه اه عبدالغاني السيد. ده واحد من الاسماء والاسوات الحلوة قوي. اه. في له اغانية مشهورة جدا. اه? اه. اه. او اغاني مشهورة جدا. ما تتلفتش يا. اه. 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 انا مش. اسمها ولا يا ولا ارحمني يا ولا. طبعا. مين حافظ الاغنية دي. انا عارفها. اللي حافظها اقولها. يلقي. ولا يا ولا يا والنبي يا ولا يا لا يا漂亮 يا لا يا ولا يا يا ولا يا 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 ولا يا يا ولا يا يا لا يا يا اخفى الصف eight int�� و cust على ناطة اللي. يفتع اليسمين ومن الدهل الدين من حين الله يفتع الرمار رمار الدخان سنة الوطني ومن الدهل الدين من الدهل الدين والليلة يا ولا يا ولا بصك يا شارك يا شارك يا شارك يا شارك يا يا ولا الحب يا ولا والنبي يا ولا يا ولا يا يا ولا ولا عارف حاجة انت عمياتي الشرارة جرام المفروض الوعيين اللي بيهندي 1911 تفوق على نفسه وأخذ نقطتين مش نقطة لأنه هو عارف الجيابة وقدى أداء وغنينا فأنتو مش ناس كتيرة تعرف موضوع عبدالي السيد يعني يعني الناس تعرف الجزء التاني اللي هو أن أنا جدي صلاح ريدا أخو محمود ريدا بس ما يعرفوش يعني محمود ريدا يبقى عم مامتك عم مامتك هاي هي بنت عم مام بس ما يعرفوش فعلا الجزء بتاع عبدالغني السيد لا لا معلش انت لقتها صحي الشيرين ريدا تبقى بنت عم مامتك بس ما كانوش يعرفو فعلا الجزء بتاع عبدالغني السيد والترب طب بس انتي بتحبي المزيكة صح بحب المزيكة أنا أصلا في كونسر باتوار بقالي 14 سنة دلوقتي لعبية بقى بعض في بيانو كنت بعض في بيانو قاعدت 9 سنين وبعدين دلوقتي بيركاشن درومز بقى ومارنبا وإكسليفون وحاجات كده مع دكتور النسما عبدالعزيز الخطير طب معلن تجومش ليه حاجة من الرئة الفايدة منك دي ما حسيتش انهم محبيني هم عايزين يهلسوا وعايزين يلعبوا طيب السؤال بيقول خالد النبوي النجمة خالد النبوي كان بطل فيلم المهاجر ليوسف شهين طبع خالد النبوي كان اسمه ايه في الفيلم رام 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 وإجابة صحيحة الله بقى ديانك حلوة دي متأشرة دي انا عبدالغاني السيد دي اه متأشرة دي طيب احمد غزي انت مثلت في The Crown مسلسل The Crown المسلسل الشهير جدا هو ده سؤال معنا ايوة يا ايوة دي مقدمة السؤال رأس السؤال يا احمد فهيبقى السؤال عن الملكة اليزبت انا هكسب في سؤالها اكيد طول الله اكيد احمد كمان عاش في انجلترا احمد احترف مش هكييني مش هكيين انت لجيت في انجلترا بقى لك قديه اربع سنين اربع سنين احمد ما حضرتش الجنازة توفيت الملكة اليزبت بعد ان حكمت انجلترا كام سنة ربنا معنا حكمت قريب الاقرب هاخده حجو سبعين سنة حاجو سبعينосنة اكيد انت حجو سبعين وانتو كام انا بقول تلاتين حلوة عليها حجو سبعين سنة لا حجو سبعين الايجابة هي واحد وسبعين سنة واكبت لا بس انت نهو سبعين هو ايه حاجة وسبعين خلاص نوري يكسب مش مشكلة خليه اربعة وثنين اتقلت ايه اتقلت ايه اتقلت ايه سبعين سنة خلاص ايه هو هو مكسب ماشي اربعة وثنين ياك يا رب طيب سرعة سرعة فيلم اه قلفوا كتبوا وحيد حامد واخرجوا سمير سيف مشهور جدا اسمه غريب في بيتي يعني لعيب كورة نور الشريف كان اسمه ايه في الفيلم شحات أبو كف عبد الرحمن محمد هو الليل عامل شغل جامد السؤال بيقولك فيه أغاني كتيرة جداً اتعاملت عن كاس العالم اللي هيغنيلنا أغنية عن كاس العالم من الأغاني المشهورة جداً هو هياخد نقطتين يلا خشي بشاكيرا وكا 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 تغمر أفريكا وكا تغمر أفريكا نقطتين تمام تمام وكا وكا خدتوا نقطتين خدتوا نقطتين السؤال ده لأ متحاس جداً لأن هو سؤال مباشر عنك خلاص والله كل متحايد كابتن أحمد حسان ميدو كان في فريق مارسليا بيلبس رقم كام؟ آآ تسعة جالها الرحمن تسعة برافو اتجام الدهو ايو ماشي ايو ماشي بس ده الكرة اقول لك بيلبس كان في شلتة فيجو بالمرة او اللي خلاص كتاياً؟ مش فاكر بس تسعب 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 ما سكره جامد خلوه آآ جامد جامد طيب أذكر أجنية مهرجانات فيها نوع عربية فيها نوع عربية؟ مركبت الـ XC6 أيها صعبة مركبت الـ XC6 مركبت الـ XC6 بطال أنا تاكس أعمال أنا سكسي باكس ماتني جيدها ياسي أنشبتني شامير أجنية مهرجانات فيها نوع عربية أجنية مهرجانات فيها نوع عربية حلو يا نوع غني بقى نوع دي نقطة لو غنيتوها هتاخد نقطتين على فكرة على فكرة على فكرة سواح فيها الأجانب بتتسرح ذلع الوقت المرواح كنت بقى مش عايزة نروح ونسير بلدنا أجانب را كمان دي أداء روطة زيادة للأداء ايه بيه انا عملت كل حاجة اخدت نقطتين نقطتين السؤال بيقول عمر الشريف الفنان العلامي الكبير مانوش علاقة بالكورة اسمه الاصلي ايه اه انا عندي حاجة في المعي بس خايف فقولها هتطلق غلط اه شالهوب حاجة حاجة شالهوب ايوه حاجة شالهوب حاجة شالهوب ميشيل ميشيل شالهوب واجابة صحيحة واجابة صحيحة اه اه يعني بصوا انا عشر تمانين يعني اه عايزين سؤال تأهي الاسئلة خلصت بس ممكن اعمل سؤال نهائي عليه اربع نقط فيبقى الفيصل اربع نقط اه يبقى صعب ومستاهل يبقى صعب ومستاهل يعرض في السينمات في العالم الآن فيلم نابليون من اخراج مين ريدلي سكوت ريدلي سكوت واجابة صحيحة نور النظر بوج فريق اسأل عني اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين قرش وبقات سنوية بتبدأ من مية وخمسين جنيه اشترك في القناة